السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم أعزائي الطلاب طلاب الصف الثالث السنوي مادة الفيزياء برنامج مدرسة على الهوى أعزائي الطلاب النهاردة هنتكلم عن باقي موضوعنا الخاص بال AC circuits أو بالعربي دوائر الطيار المتردد قلنا إن إحنا عندنا streaming components connected to any AC circuits فيه تلات مكونات رئيسيين إحنا مفروض هندرسهم وهنوصلهم بالAC circuits ونشوف الbehavior بتاع كل واحدة لما تتوصل بalternating source of current تكلمنا عن ال R circuit وقلنا R circuit هي circuit consist of a resistance connected to alternating current source النهاردة بقى هنتكلم عن L circuit يعني كويل أو سيلينويد متوصل عندي بإيه متوصل عندي بإيه سي سورس وتاني حاجة C circuit اللي هي فيها كاباستور متوصل بإيه سي سورس تمام أعزائي الطلاب بإذن الله بعد ما ننهي الموضوع ده هنتكلم عن streaming component connect in one cell أو التلاتة component متوصلين في سيل واحدة وسعية هنسميها LCR circuit تعالي نتكلم أول حاجة عن L circuit أعزائي الطلاب يعني L circuit L circuit بشكل بسيط ده موضوعنا دلوقتي بحنقول L circuit يعني L circuit L circuit دي أعزائي الطلاب بتكون متكونة من component واحد ومن اسمه L L يعني بنتكلم على circular coil يبقى أنا عندي circular بوصله بkey وبوصله ب AC source أو alternating current source الفريكونسي بتاعته بيبقى لها value معين بيبقى لها أي value بقى معين حسب المسألة أو حسب اللي أنا ادته لك طب كلام جميل تعالوا نتخيل مع بعض لحظة ما أنا عملت closing لكي إيه اللي هيحصل عندي آه اللي مذاكر chapter 3 كويس جدا هيقول لي إيه هيقول لي when I close the key and induced EMF backward EMF is induced in the cellinoid يبقى أول معمل closing لكي هنا هتتكون هنا EMF backward وقلنا هيكون commit add value بتاع EMF الموجودة عندي في alternating source فساعتها total voltage هيبقى هي cancel بعضه والcurrent اللي ماشي في circuit هيكون بzero يبقى أنا دلوقتي هيحصل opposition للcurrent بس opposition للcurrent مش مفهوم resistance لا هيحصل opposition للcurrent بسبب أن EMF backward هتتكون فالcurrent ساعتها اللي هيمشي هيكون في لحظة ما أنا قفلت circuit بيساوي zero لأن في اتنين مصدر للكهرباء الVB أنا هنا أقصد بها V source بداش نقول VB اللي هو الالترنيتين source وعندي voltage تاني ظهر عندي اللي هو EMF backward فده هيعمل نوع من أنواع الopposition للcurrent يعني هيعوق الcurrent لأن كل ما الEMF backward دي تزيد كل ما الcurrent اللي موجود عندي هيبتدي يقل فيبقى أنا عرفت أنه مجرد موصل coil بAC circuit ساعتها بيحصل نوع من الopposition للcurrent اسمه إيه بقى inductive reactance طب مين سبب inductive reactance سبب inductive reactance هو EMF backward اللي بتتكون عندي بس قلنا الopposition هنا ما بيبقاش زي زي الresistance أو الomic resistance اللي خدناها قبل كده لأ فيه اختلاف طب ايه الاختلاف الomic resistance قلنا نتيجة الكلجن ما بين free electron اللي ماشي في الكون دكتور والموليكيول بتاقت الكون دكتور ذات نفسه فقلنا ده بيولد power lose in form and feet energy بيخلينا نفكة جزء من الطاقة القهربية على شكل حرارة أما هنا الopposition بالcurrent ما بيبقاش على شكل omic resistance بيبقى على شكل EMF backward بافتراض ان الكويل ده أو السلينويد ده zero resistance ساعتها هنقدر نقول ان ما فيش جزء من electric energy هيديع لا ده هيتخزن كوال كويل على شكل ايه magnetic energy أو magnetic field بعد كده هيكون EMF backward وهكذا هيحصل عندي في الدائرة بعد كده طبعا EMF forward لو current L EMF backward لو current Z فنقدر نقول ان هنا تكون opposition للcurrent بسبب backward EMF اللي تكون عندي واللي ده self induction هيفهم الحكاية دي طب وسمينا الopposition الجديد ده ايه سميناه inductive reactance يبقى سميناه inductive reactance inductive reactance رمزه ايه XL طب لو انا عايز اعرف اعرف inductive reactance هقول ايه inductive reactance هقول it is opposition face the electric current ده عبار عن opposition of the electric current in a coil in a coil due to its self induction يبقى هنقدر نقول ان ظهر نوع جديد من opposition موجود عندي اسمه inductive reactance طب يعني inductive reactance قلنا ده نوع جديد من opposition يعني يعني ما نقدرش نقول عليه مكومة بمفهوم المكومة احنا ممكن نقول ده معوقع يعني حاجة بترخم على current لكن ما بترخم ش على current بالمفهوم الomic resistance اللي احنا قلناه فبالتالي بسبب EMF backward ظهر مفهوم جديد او concept جديد في الشابتر بتاعنا ده اسمه ايه inductive reactance بالتالي بنسمي inductive reactance قلنا definition هنقول it is the opposition phase electric current in a coil due to its self induction طبعا الكلام ده في AC circuit ممتاز جدا طيب يا طرى هلأ انا ممكن احسب قيمة inductive reactance دي هقولك طبعا ده سهل جدا انك تحسب inductive reactance طب هتحسب هزي اه ليه هرول احنا عارفينه اسمه inductive reactance طب تعالا كده نشوف القانون بتاع ال inductive reactance دي لو عايزين نجيب قانونها هنحسب قانونها ازاي ال inductive reactance الرمز بتاعها XL طب ايه الرول اللي موجودة عندي هنقول XL بيساوي 2 باي FL منتاز جدا يبقى XL عندي بيساوي ايه 2 باي FL يعني بيعتمد انا اضرب 2 باي time the frequency of the alternating current source يبقى ده frequency بتاع current source طب ومين ال L دي ده self inductance of the coil او coefficient of self induction of the coil يبقى ال F frequency وال L coefficient of self inductance طب ممتاز يبقى احنا كده قدرنا نحدد الرول اللي عن طريقها نقدر نحسب self او inductive reactance الخاصة بسلينويد متوسل بA3 source قلنا ده كأنه resistance فبيتقاس بايه اعزاق الطلاب نقدر نقول انه هو بيتقاس بال اوم يبقى المشنينج unit بتاعت inductive reactance هو الاوم لكن قلنا هو مش مفهوم الاوم resistance العادية طب لو جيت قلتلك ايه هي factors affect inductive reactance يا طرى inductive reactance هل فيه factors بتتحكم فيه هقولك ايوة من القانون اللي فوق هيبقى frequency of the alternating source تاني حاجة self inductance of the coil يبقى frequency والself inductance طب ايه علاقتهم بال inductive reactance طبعا الاتنين هيبقوا direct relation يعني لو frequency زادت او inductive reactance زاد او ساعتها هتزيد لو زاد الself inductance هتزيد inductive reactance فبالتالي هتزيد زي ما بنقول الopposition للقرنت يعني المقاومة او المعاوقة اللي هتقابل القرنت هتكون كبيرة جدا فتعالا نشوف ثلاثة جفريزون في الجزء ده مهمين جدا انت بتقول الاندكت في ايه بيساوي ايه بيساوي 2 باي FL يعني قلتلي بيعتمد على الfrequency وبيعتمد على لنس طب تعالا كذا جفريزون بيتكلم في الحكاية دي اول جفريزون بيجي يقوللي طب انت ليه بتقوللي ان فيه direct relation ليه فيه direct relation ما بين self inductance and زي inductive reactance احنا عرفنا ان كل ما ال L تزيد ال inductive reactance بتزيد طب يا طرح اول جفريزون بيقوللي ليه فيه direct relation ما بين self inductance وال XL هقولك بشكل بسيط احنا قلنا ال XL دي عبارة عن ايه عبارة عن ال inductive reactance يعني دي opposition زي زي current دي المعاوكة او الحاجة اللي بترخي مع current جوة السيركيت اللي فيها كويل او السلونويد ومين سببها قلنا سبب ال reactance دي هي self induction او ال backward EMF induced in the coil فتعال نكتب كده مع بعض بشكل بسيط قانون self induction احنا عارفين ال EMF of the solenoid equal L delta I على T ممتاز جدا فهقولله by increasing the self induction بزيادة self inductance coefficient من الطبيع ان ال EMF backward هتزيد فطالما ال EMF backward هتزيد ساعتها نقدر نقول ان ال opposition اللي فيس current هيزيد يبقى هقولله because the EMF backward is found from this relation so by increasing the self induction coefficient the backward EMF will be induced will be increased also so this will increase the opposition that phase the current وقلنا ال opposition ده اللي هو ايه inductive reactance تاني حاجة بيقوللي طب قل لي ليه فيه direct relation ما بين قل لي ليه فيه direct relation ما بين frequency والxl لنفس المنطق بالضبط انا دلوقتي ال EMF backward قلنا بنجيبها بالقانون ده فلو frequency بتاعت الالترنت current source زادت طبيعي ان change in the current او the rate change of the current will be increased يبقى بزيادة frequency هيزيد change في او هيزيد rate change of the current intensity process in the coil فمن الطبيعي ان EMF backward هي التانية هتزيد فالطبيعي ان XL هتزيد يبقى لو قل لي ليه frequency direct relation مع reactance او inductive reactance of a coil in AC circuit اقوله by increasing the frequency the rate change of the current intensity in the coil will be increased so this will increase the electro motor force backward induced in the coil itself so it will increase the inductive reactance of the coil itself اخر سؤال give reason في الحتة دي وده سؤال انا كاد نقول عليه انه مهم جدا بيجي بيجي السؤال يقول لي ايه give reason by connecting لو انا وصلت a coil او a solenoid لو انا جبت solenoid او a coil by connecting a coil to a high frequency alternating source لو انا وصلت الكويل او السلenoid اللي عندي بhigh frequency alternating source يعني مصدر طيار متردد بس ايه اللي هو AC source بس عنده high frequency the circuit will be open او the circuit will be open circuit لو انت وصلتلي ال coil ده بhigh frequency alternating current ساعتها السيركيت هنعتبرها open طب هنعتبرها open ليه بشكل بسيط ان احنا قلنا ال inductive react دي تعتبر عندنا كأنها resistance بس قلنا ما هياش resistance لان ما لهاش power lose inform of energy ما بتفكرش الكهرباء على شكل حرارة فما هياش قومك resistance لكن هي حاجة بتعوك القرن لكن ما هياش resistance بمفهوم resistance التقليدي فبالتالي هقول له ان XL بتساوي 2πFL يعني في direct relation ما بين frequency وال inductive react so by increasing increasing frequency of the alternating source the inductive react will increase هيز ساعتها inductive react قوي وقلنا ده resistance بالنسبة لنا او ال opposition اللي بيواجه الكرن فلما inductive react هيز زيد جدا طالما inductive react زاد جدا ساعتها الكرن اللي في الدائر هيقل لان قلنا XL احنا هنا بنعتبره ايه بنعتبره omic resistance يبقى احنا كده قدرنا نفهم ان ايه ايه اللي هيحصل عندي ادرت افهم ايه اللي هيحصل عندي ادرت افهم اعزائي الطلاب ايه اللي هيحصل عندي لو انا وصلت alternating current source بكويل قدرت افهم من كده اعزائي الطلاب ان انا لما بوصل الكويل بالترنية current source بيواجهني نعم الопosition بسبب الbackward او بسبب self induction of the coil itself فده بيعوق الcurrent اللي ماشي في السيركيت اعزائي الطلاب طب كلام جميل طيب الinductive reactance عرفنا قانونه قلنا انها 2 by FL وقلنا انها بيعتمد على frequency وبيعتمد على self induction of the coil طب تعالي نرسم الجرافز زي ما تعلمنا في كل محاضرة تعالي نشوف من القانون مقدر نجيبها XL بيساوي 2 by FL تعالي نشوف الجرافز تاني مع بعض يبقى XL بتساوي ايه 2 by FL ممتاز جدا طب يا طرق ايه هي الريليشن اللي ما بين الفريكوانسي والXL هتبقى direct relation عايزين نحسب السلوب طب ممتاز جدا ويه العلاقة ما بين self induction والXL قلنا برضو بتبقى ايه direct relation طب عايزين نجيب السلوب بتاع كل جراف من دول احنا قلنا السلوب دايما هو اللي change in the Y over the change in X يعني هنقول XL over F اللي هو هيساوي ايه 2 by L طب بالنسبة للجراف التاني مين اللي سلوب هنا هنقول XL over L اللي ايه هنقول ايه 2 by في الفريكوانسي ما ننساش حاجة مهمة جدا ان اللي دي بتساوي ايه اللي دي بتساوي permeability N square في الاريا على length of the wire او length of the selenoid فبالتالي لما قولك ان XL او reactance of any coil affected by itself inductance يبقى معنى كده ان هي بتتأثر بالنumber of terms بتاعته الاريا بتاعته والpermeability والlength of the selenoid يعني كل دول يعتبرون لل L فهمنا الحتة دي اعزائي الطلاب طب كلام جميل طب inductive reactance نقدر نحسبها ازاي لمجموعة coils ولا اي حاجة كأننا شغالين في resistors عادية لو الcoil دول متوسلين serious ساعت اقدر اقول ان inductive reactance بتاعتهم هي summation of all the coil inductive reactance طب ولو متوسلين parallel بتعامل ان هي parallel يعني total resistance هي reciprocal of the total inductive reactance of the coils يعني نبص بشكل بسيط جدا نتخيل ان انا عندي مجموعة من الcoils مرة يتوصلوا serious ومرة يتوصلوا parallel بالترنيتنج source تعال نشوف كده عزائي الطلاب تخيل ان انا عندي ادي coil 1 وكويل 2 وكويل 3 متوسلين serious عادي طب لو عايز احسب l total لو عايز احسب l total بقى هقول ايه هقول l total بتساوي l1 زائد l2 زائد l3 وطبعا لو كلهم كان وقيمة واحدة بضربهم في عددهم يعني n في l بتاع اي واحد منهم طبعا احنا الكلام مش غريب علينا احنا اخدناه في resistors طب لو متوصلين parallel هقول لك مفيش مشاكل متوصلين parallel ولا اي مشكلة هنحلها كأنها parallel resistors زي ما اتعملنا في resistors بالضبط هنتعامل في total inductive reactance ازاي بقى لو ده xl1 xl2 xl3 ساعتا انا عايز احسب xl total هقول ان xl total بتساعد xl1 plus 1 xl2 plus 1 xl3 بس الreciprocal بتاعه وبالتالي l total نفس الكلام ممكن اعتبرها بالشكل ده 1 على l1 plus 1 على l2 plus 1 على l3 وعمل لها reciprocal وينفع طبق بقى كوانين resistors بشكل عام يعني لو اتنين resistors بس قدر اقول الproduct تتاحهم divided the sum mission يعني اشتغل كأنهم resistors عاديين مفيش اي مشاكل طب عرفنا وجود كويل او وجود selenoid في ac circuit بيولد نوع من انواع ال opposition وقلنا عليه اسمه inductive reactance وقدرنا نشرح الفاكتورز اللي بيتمد عليها اللي هي frequency of the ac current source وال inductive reactance of the coil itself او the selenoid itself طب عايزين نقارن ما بين voltage والcurrent او which path through the alternating circuit or the terminal of the coil connected to ac source احنا في الريزيستور او R circuit قلنا ان voltage والcurrent have the same phase طب يا ترى في حالة الكويل هل الاثنين لهم نفس phase ولا حد سابق حد تعال نتكلم بشكل بسيط احنا قلنا at the moment of closing the circuit الEMF او voltage backward بيبقى maximum وبيبقى intensity بزيرو اول ما اقفل السيركت هبص تلاقي ان اتولدت EMF backward عالية جدا لدرجة ان هي بتخليلي الcurrent بزيرو يبقى كده من الواضح ان voltage في اول لحظة عملت closing the circuit الvoltage بيبقى maximum والcurrent يبقى zero يبقى من الواضح ان voltage بس هنوضح برضو بالقانون تعالى نشوف كده اعزاء الطلاب مع بعض تعالى نشوف كده مع بعض احنا قلنا سبب هو backward EMF والEMF بتساوي L delta i على delta t لو افترضنا ان ده current وده time هنقول ان في اول لحظة current كان بادي بزير بالشكل ده وهكذا بقى لغاية الاخر ممتاز جدا طب حلو جدا واضح ان EMF تعتبر هي الل slope الخاص بال delta i على delta t يعني انا لو جبت delta i على delta t من القانون ده هيبقى الل slope مين لو عملت delta i على delta t هيبقى الل slope عندي هو EMF او ال voltage مضروب في constant اللي هو inductive reactance فنقدر نقول ان EMF تعتبر هي الل slope الخاص ب graph delta i على delta t الل slope طبعا اللي واخدين علم رياضة عملا بيبقى بالنسبة لهم سهل يحددوه عند النقطة دي slope هنا current zero zero يبقى slope maximum وقلنا slope ده بيمثلي voltage فلما current zero كان voltage maximum طيب لما current كان maximum slope كان zero فبتاليها خليه هنا ولما current وصل لل zero كان ساعتها slope maximum ولما current وصل لل maximum voltage يرجع لل zero zero ولما current كان بzero voltage رجع لل maximum هنبص انه voltage جراف هيتعمل كده فهنلاحظ ان هنا هنقول ان voltage leads the current by angle 90 يبقى في حالة ال VL circuit هنقدر نقول ان voltage across the terminal leads the current by angle 90 يعني ما بينهم بيبقى 90 واحنا وضحناها بشكل الجراف طبعا ان احنا قلنا ان delta t slope هنا هي مسلي V او self inductance emf او self induced emf قلنا عند النقطة دي current camp zero voltage لازم slope يبقى maximum ولما current يبقى maximum slope بتعكر فهيبقى zero فالvoltage هيبقى zero وهكذا عند النقطة المختلفة بقى كلما current maximum تلاقي slope بنزل ل a zero هكذا بقى لغاية a الاخر هنلاحظ ان voltage وصل ل maximum قبل current فساعة تقدر اقول ان voltage leads the current يبقى في حالة l circuit مين اللي بيسبق مين voltage هو اللي بيسبق current وإحنا وضحناها بالعقل اقطع الكهربا وصل الكهربا بالcircuit هيكون emf backward والemf backward قلنا في اول لحظة من اغلاق الدايرة عندي بيبقى ساعاتها emf بتبقى maximum backward فساعاتها ما فيش current يمشي في الدايرة وبعد كده voltage يضعف ويبتدي current يزيد في الدايرة لغاية ما يوصل لماكسمم فما يبقاش فيه change في current فالemf backward تبقى بزير وده كنا شرحناه في حالة backward self-induced current اعزائي الطلاب طب كلام ممتاز جدا وكده نكلمنا عن L circuit تعالوا نتكلم عن C circuit أو L capacitor كتير من اعزائي الطلاب مش عارف يعني ايه capacitor تعالوا نتكلم مع بعض ايه هو ال capacitor من وجهة نظاركو يطر ايه هو ال capacitor ده ال capacitor ده بشكل عام ال capacitor ده بشكل عام عبارة عن two metal plates عبارة عن two metal plates بالشكل ده ما بينهم isolated substance معزولين عن بعض مش متوصلين بوعد بوصلهم بأي source بوصلهم بأي ايه source مهما يكن زي ما احنا شايفين وليكن DC source بالشكل ده الكباتر ما هو الا مغزن للشحنات يعني انا مجرد ما وصلت two plates بالباتري طبعا الباتري لها VB معينة عند اول لحظة كان ال voltage بزيرو ما بين طرفين البلايتس دول ان البلايتس دي مش مشحونين فمن الطبيع ان البتنشال ديفرنس ما بين الطرفين البلايتس بزيرو اللي بيحصل اللي بيحصل ان ال negative charges بتبتدي تعمل accumulation هنا وليكن بلايت ده نسميه بلايت بي يبقى ال negative charges بتبتدي وصلها بال negative of the battery فيبتدي يحصل negative charges accumulate on the one of the plates of the capacitor فال negative charge هنا هيكونو electric field يعمل يعمل repulsion مع ال negative charge اللي هنا فال negative charge تبتدي تجري ناحية ال positive pool بتاع الباتري فيكون positive charge بس على البلايت التاني بحيث ان قيمة positive charge على البلايت ده قد قيمة negative charge على البلايت التاني فيبتدي ساعت هنقول ان يتكون عند الكاباستور هيبتدي يتكون voltage عند الايه عند الكاباستور ال voltage بتاع الكاباستور ده كل ما يزيد هنلاحظ ان هو كأنه opposite battery يعني لو بصينا للرسمة كده لو تعالوا نبسط رسمة الكاباستور برسمة تقليدية هنلاحظ ان رسمة الكاباستور عاملة زي رسمة الباتري بس two pools بتاحة بيبقى ليهم نفس اللينس مفيش حد اطول من حد زي الباتري هيبقى ده positive negative وقلنا ده هيتشحن ب negative positive فبالتالي هيشتغل كأنه opposite battery في السيركت فهو بيسمح بمرور الكهرباء الوقت معين لغاية ما الفولتج بتاع الكاباستور يبقى قد الفولتج بتاع الباتري واللي اتنين يعملوا زي زي ما بنقول زي خناق ما بينهم وبين بعض لغاية ما الكارنت يبقى ب zero يبقى قلنا في البداية خالص الفولتج كان ب zero عند الكاباستور ساعتها الكارنت اللي ماشي في الدايرة كان maximum لان لسه الكاباستور ما تشحنش لان الكاباستور قلنا بيتخنق مع الباتري يعني بياخد منها اللي تشارجز بتاعتها ويروح يحاربها لان البليتس بتاعته بتبقى مشحونة بعكس شحنة الباتري فبعد كده قلنا لما يتشحن ويبقى الفولتج بتاعته ماكسمام ساعتها ما فيش كارنت يمشي في الدايرة خالص يعني هنقدر نقول ان الكارنت وصل لماكسمام قبل الفولتج ده عكس ال L سيركت يعني هو قبل ما يتشحن الكارنت كان ماكسمام اول ما تشحن خلاص بقى بقى زي زي الباتري بيتخنقوا مع بعض والتنين في كوة بعض فالكارنت هيساوي فيه باتري نقص فيه كاباستر والتنين قد بعض مفيش كارنت يمشي في الدايرة ايه خالص هو ده فكرة الكاباستر الكاباستر ده ان هو مجرد بجمع عليهم الشحنات كأنهم خزان للشحنات طب ايه فايدة الخزان ده انا في الاول بعمله تشارجنج يعني بعمله عملية شحن بعد عملية الشحن دي ممكن عملله عملية تشارجنج يعني اعيد تفريغه تاني يبقى لو ركزت معايا كده ده هنرسم اسمة الكاباستر طبعا دي الستاندرد بتاعته في الالكتريك سيركت يبقى احنا قلنا ده نيجاتيف وده بوستيف وقلنا ده هيجمع عنده نيجاتيف تشارج او two plates of the capacitor فهيظهر مفهوم عندي جديد اسمه capacitance of capacitor ايه الcapacitance of the capacitor ده سؤال مهم جدا يعني ايه الcapacitance of the capacitor ايه مفهومنا او المقصود بالcapacitance of the capacitor هقولك بشكل بسيط جدا الcapacitance of the capacitor بشكل عام هو ال ريش وما بين ال potential difference between the two plates of the capacitor divided the electric charge او the quantity of the electric او electricity او electric charge accumulates in one of its plates ممتاز جدا يبقى هنقول ايه تاني هنقول ان هو اوبارة عن ايه اعزائي الطلاب هنقول هو ال ratio ما بين potential difference between the plates of the capacitor divided by the charge accumulated on one of the plates of the capacitor zus و كون منت الشحنة وطبعا احنا قلنك الشحنة اللي ما جمع على البليت ده قد الشحنة اللي ما جمع على البليت ده بس بال opposite sine يعني بعكس الاشارة طب اليونت اللي بتئسي ال capasitans اه ال potential difference بيتقاس بالفولت والكوانتاتي بيتقاس بالكولوم والكاباستنس بيتقاس بحاجة اسمها الفرد الفرد طب لو انا جيت قلتلك تعال نرسم المثلس اللي احنا متعودين علي منه احنا صغيرين يبقى السي في كيوم وقلنا ده بيتقاس بالإيه فولت فرد كولوم بالشكل البسيط اللي احنا عارفينه ده لو انا جيت قلتلك عايز تعريف الفرد وعايز تعريف الكاباستنس هجيب كل الحكاية من التريانجل يبقى عشان اعرف ان الماجيك تريانجل ده بيجيب لي كل الديفنيشن يبقى اي قانون ممكن اكتبه على شكل تريانجل ممكن اطلع منه ديفنيشنز ملحاش عدد تعال نشوف مع بعض كده لو انا جيت قلتلك اعرف لي الكاباستنس او زا كاباستور هتقول لي الكاباستنس او زا كاباستور is the ratio between the potential difference between the the capacitor blade to the quantity of the electricity accumulate on one of its plate طب لو انا جيت قلتلك اعرف لي الفرد هتقول لي فرد is the capacitance of the capacitor يبقى الفرد ده عبارة عن الينت اللي بتيسي capacitance of the capacitor if the potential difference between its plates is one volt and the quantity of charge of one column accumulates on its plate وبالتالي انا كده قدرت اعرف الفرد يبقى اقوله تاني الفرد is the capacitance of the capacitor when the potential difference of one volt accumulated one volt between its plates and the quantity of the charge accumulated on its plate is one column هنلاحز حاجة غريبة جدا هنلاحز ان حتى الكاباستور بيقاوم الكهرباء اللي بتمشي في الدائرة يعني كل ما الكاباستور ده ندر نكون هو بينكر الجميل البطارية اللي شحنته ازاي بينكر جميلها قلنا كل في الاول الكاباستور ده بيبقى الفولتج بتاعه بزيرو كل لما ييجي يتشحن الفولتج وقلنا اتجاه الفولتج بتاعه عكس اتجاه البطارية اللي شحنته يعني لو هي نيجيتف بوستيف يقاباستور نيجيتف بوستيف اللي اتنين كانت بتاعهم عكس بعض فيبتدي يعوق او يقاوم الكهرباء اللي ماشية في الدائرة بس قلنا برضو مش بمفهوم المقاومة بيعوقها بمفهوم تاني اسمه بقى ايه هنا هنقول capacitance reactance تعالي نشوفها كده مع بعض ادي اهو قلنا قلنا ادي الباتر ايه ادي نيجيتف بوستيف فبالتالي الكارنت اللي طالع منها كده كارنت بوستيف نيجيتف فالكارنت اللي طالع منه هنا يعني باختصار الفولتج اللي between the terminal of the capacitor كل ما يزيد يرخم على الفولتج اللي طالع من البطارية فيقلل الكارنت لان الكارنت VB-VC فالكاباستور ده نقدر نقول هو ناكل الجميل كل ما يتشحن كل ما يحصله عملية تتشارجن يقلل الكارنت اللي ماشي في السيركيت اللي هو موجود فيها ممتاز جدا فظهر عندي مفهوم جديد قلنا ايه المفهوم الجديد ده اسمه ايه capacitance reactance برضو بيقاوم الكهرباء اللي ماشي في الدايرة بس بيقاومها بمفهوم جديد رمزه XC زي اللي فات والميجورنج جونت بتاعته اوم ما بيقاومهاش على شكل الريزيستور العادية لا بيقاومها عن طريق الpotential difference اللي بيكون على البليتس بتاعته يعني كل ما يتشحن اكتر كل ما يعوق الكهرباء اللي ماشي في الدايرة اكتر طب ايه هو قانونه XC بيساوي 1 على 2 باي FC بحيث ان الF هي frequency of the alternating source اللي هو انا مصاله alternating source والC هي الcapacitance of the capacitor material هي الcapacitance of the capacitor material طب الميجورنج جونت هتبقى اوم طب لو عايز اجيب لها definition هقول it is the opposition it is the opposition that face the electric current in a capacitor due to its capacitance يبقى هي الopposition اللي بيواجه الالكتريك current في capacitor بسبب الcapacitance بتاعته ممتاز جدا يعني نفس التعريف بتاع الايه inductive reactance قولنا it is the opposition that face the electric current in a coil due to its inductance هنا قريب منه طب تعالوا نتكلم عن الفاكتورز اللي بتأصل عليه نفتكر القانون قولنا الـ xc بتساوي ايه 1 على 2 by fc فلو 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 انا عايز اتكلم عال factors which affect the inductive او of the capacitance reactance of a capacitor هنقول فيه اتنين factors مهمين جدا مين هم هنقول اول حاجة frequency of the ac current تاني حاجة هنقول el capacitance of the capacitor itself والعلاقة هنا طبعا هتبقى inversely relation عكس اللي فات عكس ال inductive reactance بتات الكويل عكس الكويل فهنا هتبقى in inversely relation اما هنا ال xc برضو هتبقى inversely مع capacitance وده شيء جميل جدا يبقى انا هنا ال xc inversely مع frequency و inversely مع capacitance وممكن اقول ان هي بتتقاس بالاوم او لو عايز ابدع هقول one over فرد طبع frequency اللي هي hertz في الفرد زي ما احنا بنقول كده وليها 100 سكة تانية ان انا اجب لها equivalent units يعني مش طريقة واحدة طب انا كده اتكلمت على xc وال factors اللي بيأثروا عليها هاخد هاخد بالي من حاجة مهمة جدا ايه هي اعزاء الطلاب تعال نشوف كده مع بعض بالنسبة لل xl وعلاقتها بالfrequency احنا عارفين ان ال xl بتساوي ايه 2 by fl يعني بتعتمد على frequency وال inductive بتعتمد على inductance او self inductance فبالتالي كل ما الفريكنس بتزيد ال xl بتزيد ومعنى كده ان ال xl بتبقى ماكسيمام عند ال high frequency فبعتبر circuit open عكسها ال xc بقى ال xc 1 على 2 by fc فبتعتمد inversely مع الفريكنس و inversely مع capacitors of the capacitor فهبص لقيها نزلة ازاي نزلة بالشكل ده في حالة inversely relation وساعتها اقصى xc لما تكون frequency قليلة جدا فبيجي سؤال هنا عزاء الطلاب ليه لو انا وصلت coil وصلت ايه coil ب high frequency alternating source ساعتها circuit بتبقى open circuit اقوله عشان xl direct proportional with the frequency of the current source فبالتالي لما بتزيد frequency بتزيد قيمة xl وما فيش كهرباء تمشي في الدايرة اللي اللي عكسه بقى ليه لو انا وصلت capacitor below frequency alternating source عيتها circuit بتبقى open circuit channel capastence reactance reactance وركز في في capastence reactance اه معلش في capastence of the capacitor يبقى انا لو عايز اتكلم على capastence of a capacitor هنا دي مهمة جدا لو انا عندي الcapastor متوصلين كده كلهم serious ب alternating source بحيث ان ده c1 c2 c3 ومتوصلين مرة تانية parallel ب alternating source c1 c2 c3 في حالة ان هم متوصلين serious واحد هيقول c total بتساوي c1 plus c2 plus c3 c3 ايه الصميش انا اقول له لا هنا بقى بعكس وانا بحث بالcapastence هي المشكلة بخلي serious يقلب parallel يعني 1 over c total بتساوي 1 over c1 plus 1 over c2 plus 1 over c3 يبقى بخلي serious يقلب parallel و بخلي ال parallel يقلب serious يعني c total هتساوي هنا الصميش يبقى انا متعود ان في الcapastence المشكلة يبقى اخر حاجة هنقولها بسرعة عزيزي الطلاب يبقى في حالة XL أو XC بتعامل كأنهم resistors عاديين serious بجمعهم والparallel بجمع الريسيبركال بتاحهم وفي حالة الcapastence لا c بس ساعتها بقلب الموضوع serious يبقى parallel والparallel يبقى serious عزائي الطلاب اتمنى ان انا اكون افدتكم لسا لنا مواضيع كتير جدا هنتكلم عن LC circuit وهنتكلم عنها بكل تفاصيلها اعتقد ان الجزء ده سهل جدا باذن الله هنحل مسائل المرة الجاية اكتر واتمنى ان احنا كنا افدناكم وكنا عند حسن وظنكم وقولكم شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله براك اشتركوا في القناة